قبل أشهر قليلة فقط توعد زعيم ميليشيا حزب الله بمنع الاحتلال الإسرائيلي من استخراج النفط من حقل كاريش المتنازع عليه حتى نكون صريحين واضحين لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان ونهب كنز لبنان والأمل الوحيد للشعب اللبناني المنقذ للشعب اللبناني لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ولم تقف مكتوفة الأيدي إن شاء الله صدق الرجل وما بقي مكتوف اليدين بل مدها للاحتلال الإسرائيلي معلنا موافقته على أن الحقلب الكامل من حق المحتلين من خلال إعطائه الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني الذي رحب بالمسودة النهائية لترسيم الحدود بحسب وكالة رويترز نقاط الخلاف التي كانت تحاول عربة الاتفاق واشنطن أن تزيلها بين الجانبين هي حقل قانا الذي يقع في المياه اللبنانية بشكل كامل مع عدى قسم صغير منه كشف الاحتلال الإسرائيلي أن شركة التوتل الفرنسية ستعوضه ماليا من الأرباح صحيح أن الاتفاق يعطي الحق للبنان بكامل الحقل إلا أنه مكتشف حديثا ويحتاج لعدة سنوات وربما أكثر ليكون جاهزا للإنتاج وفي المقابل فإن حقل كاريش جاهز تماما بكامل معداته وبنيته لاستخراج الغاز وقد بدأ الاحتلال بالفعل بالتشغيل التجريبي للحقل منذ نحو يومين تكثر التحليلات عن المستفيد من اتفاق ترسيم الحدود فالاحتلال يعتبر أنه سيبعد لبنان عن حضن إيران وغازها ونفطها وهناك من يرى أن الاتفاق يأتي في مصلحة إيران وتقوية حليفتها ميليشيا حزب الله في المنطقة واللافت ربما أكثر من كل ما سبق هو اعتبار الاحتلال الإسرائيلي أن الاتفاق نصر له واعتبار الحكومة اللبنانية أيضا من خلال تصريحات مقربين منها أن الاتفاق نصر للبنان وهو أمر يذكر باحتفال كافة أطراف حرب تشرين عام 1973 بالنصر في وقت بات الجميع يعلم من هم المنتصرون ومن هم الكاذبون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر